انا شخصيا وجهة نظري وجهة نظري انه الفلاحين يعني الفلاحين غلبة يا جماعة يعني يعني اعتقد انه الناس اللي هم التجار هم اللي ممكن يخزن الرز ويبقى عارف في السعر راح فيه فلاحة عني غلبان عنده كم كم كيلو رز ولا كم طن رز موجود شعير عشان يضمن الاكل بتاعيلته فما اعتقدش انا انا معنيش معلومة بس انا من معرفتي للفلاحين انه كل واحد عامل شيء رز عنده يكفوه لغاية الرز التاني ما ييجي لغاية الرز التاني ما ييجي فبالتالي مش هو ده اللي عمل ازمة وبعدين طب ومشكلة البيض الفلاحين برضو طب والسكك الفلاحين برضو في حاجة في الاسواق او في حاجة في التجار الكبار انا مش قادر افهمها وتاني بقول تاني بقول مش قاعد بشغال ماسك سيف وعمل اقول يا جماعة الاسعار عشان نرضي الناس وسقفولي لا والله عمري ما كنت هذا الرجل انا خايف على مشروع وطن دايما بقول او بشكل واضح جدا اين كان الكلام واين كان السبب انه في النهاية نحتاجين ايد قوية غير مرتاخية غير مرتعشة تضرب بايد من حديد على المتلاعبين في الاسعار فيه ناس تجار كبار حققوا ملايين مئات الملايين من حجب السلع لغطى من سعرها زي وفي الاخر انا في عندي قلق صورني امبارح كنت بتكلم مع الاستاذ عبدالعزيز السيد والنهاردة بتكلم مع الاستاذ رجب شعاته امبارح كان الحل ان احنا نستور الدواجة عشان رمضان والنهاردة الحل ان نستور الدروزة عشان نضبط اصعاد السوق في نفس التوقيت اللي الرئيس والحكومة والدولة بتقول عايزين نكف عن ادمان الاستراض السلع من برة ونشتغل عشان نوفر عملات صعبة يعني الرئيس السيسي والحكومة بتحاول تضع يعني قوائم للسلع اللي يمكن صناعة في مصر وعندي الصناعتين صناعة الدواج والارز عندي اكتفاء ذاتي اصلا ففي ناس دخلوا اختلقوا ازمة عشان يجبر الدولة ان هي تروح تجيب باستراض من برة هي كده ولا غلط انا انا بسأل انا بسأل يعني امبارح اتقال من واحد له ذو حيسية في الدواجن الدكتورة عالسي والنهاردة مع واحدة هو رئيس شعب صناعة الارز في في تحدي السماعات ويعني الاتنين خلصت من كلامي معاهم على هوا قدام حضرتكم انه مبارح احنا هنجيب دواجن من برة عشان ازبط الاسعار والنهاردة هجيب رز من برة عشان ازبط الاسعار يعني فيه ما عرفش فيه حد صاحب مصلحة بيديق عشان اروح اجيب استراض من برة عشان رمضان اشتركوا في القناة